رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج والتي تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت زي الوقت بتاع النهاردة كده عشان نجاوب عليها ونسعد بمشاركتكم لينا ودايما منتظرين مشاركات حضراتكم ودايما منتظرين اقتراحاتكم اللي بتسر البنامج وبتخليه أكثر نورا تعالوا نشوف أول سؤال وصل لنا بيقول السؤال الحقن في الركبة اليومنا أو اليسرى يا سيتي الحقن في الركبة اليومنا في شهر رمضان رأي الدين هل تفطر نرجو الرد وشكر لا سواء الحقن في الركبة اليومنا في الركبة اليسرى في الفخت في أسفل القدم كل الحقن اللي موجودة اللي بتدخل من الجلد كده حقنة العضل حقنة الوريد كل الحقن بكافة أشكالها مهما كان عنوانها فلا تفطر ليه؟ لأنها دخلت من منفذ غير مفتوح يعني الجلد خلى الجوف مش مفتوح حتى لو خدت حقنة الأنسلين في بطني حتى لو خدت حقنة الأنسلين في إيديها في رجلية كل دوت ما يخليش الإنسان يفطر لأن دوت ملوش دعوة خالص بالدخول إلى الجوف دخول إلى الجوف لازم يكون من منفذ مفتوح والجلد مش منفذ مفتوح وعشان كده الحقنة في الركبة اليمنى في شهر رمضان لا تفطر ويبقى الصيام صحيح ولا تحتاج الإنسان إلى أن يفطر السؤال اللي بعد كده بيقول أنا عندي 72 سنة ومريض ووصلي في المنزل لعدم مقدرتي على الذهاب للمسجد أفطلت عشر أيام العام الماضي وقمت بإخراج المقابل فعل علي شيء آخر 72 سنة مش هو ده المعيار اللي عندنا المعيار اللي عندنا هو الطبيب قال لك إيه قال لك هتقدر تصوم رمضان تاني ولا لا لو الطبيب قال لك أن أنت مش هتصوم رمضان أنت تدخل في قولي تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية يبقى إذن متى يبقى الفدية اللي أنت طلعتها دي مجزئة عنك في الصيام إنه الدكتور قال لحضرتك أنت مش هتقدر تصوم تاني خالص فإذا الدكتور قال لك كده وحضرتك قلت إن أنت مريض هذا مقدر دي إيه اللي حاصل أفطرت وإنت بتقول حضرتك إن أنت مريض فإذا كان مرضك ده يعيخليك مش هتقدر تصوم تاني خالص يبقى خلاص الفدية اللي أنت طلعتها عشان العشر تيام اللي أنت أفطرتهم في رمضان يبقى خلاص يبقى تم بذلك الفداء عن الايام التي افترتها لكن لو كان الدكتور وربنا يكون يديك الصحة والعافية ان شاء الله ان المرض ده كان مرض ايه كان مرض مش مرض مزمن يمنع من الصيام لا ده كان مرض طارق فالمرض الطارق ده اللي النسان يشفى منه زي مثلا كان عنده مرض شديد عنده مثلا حاجة في المعدة او حاجة كذا تمنعه من ان هو يكون صائم هو محتاج للأدوية طول الوقت فهو عايز ياخد الأدوية دي خلاص ده مرض طارق حتى لو كان سنة كبيرة حتى لو كان سنة كبيرة مش السنة كبيرة هو اللي بيخلي الانسان يفتر لكن عدم القدرة على الصيام او المرض هو ده اللي ايه اللي بيفتر الانسان صحيح امتى تكون الشيخوخة سبب الافتار لما تخلي صعبة لا يستطيع ان يفتر يعني السن مش هو المعيار المعيار ايه ما تتحول الشيخوخة الى مرض اذا افقدت الانسان صحته وافيته لكن فيه ناس بتعيش سنوات طويلة بيوصلوا بيتجاوزوا المائة سنة وإن اللي حاصل وبصحتهم وبعافيتهم يبقى هو يصوم ولا ما يصومش لا يصوم هيصوم ليه لانه في الحقيقة هو قادر على الصيام يبقى ان الاية بتتكلم على الذين لا يطقون الصيام لا يستطيعون الصيام لكن الشخص اللي يستطيع الصيام ما زال مخاطبا بالصيام اما الذي لا يطيق وتحولت الشيخوخة الى مرض فإن اللي حاصل فمن كان منكم مريضا او على سفر ده المرض الايه بقى ده المرض المؤقت لكن المرض الدائم وعلى الذين يطيقونه فيدي يبقى خلاص انتقل للمسالات دانية ويبقى انت لو ان الصيام ما الدكتور الطبيب قالك مش هتصوم تاني خالص يبقى الفدية اللي انت طلعتها تجزئ عنك ويبقى انت مش بحتاج تعمل حاجة تانية لانك انت اطعمت عن العشر تيام اللي انت صمته السؤال بعد كده بيقول انا اختي زوجي تعمل دجالة اعوذ بالله ولما بتيجي عندنا البيت بحس ان البيت في حاجة غريبة ومش بكون مرتاحة ممكن اعرف اتصرف ازاي بلغي عنها السؤالة سهلة انت عليك سألتيني سؤال واضح اختي زوجي تعمل دجالة تعمل ايه دجالة يعني تمارس الشعوازة والدجال اي حد يعرف واحد دجال ومشعوز يبلغ عنه بس خلي بالك ليس معنى ان هي دجالة ان انت منتصورة ان هي بتعملك سحر فتبقى ايه شغالة دجالة دجالة يعني دجالة بتشتغل بالسحر وبتاخد فلوس عن الناس او بتمتهن المهنة دي فهي دجالة فاذا كنت شايفاها دجالة بلغي عنها البوليس لكن انت شايفاها ان هي دجالة لان هي بتضرك وبتأذيكي وجايبة كل المصايب اللي حاصطة في حياتك وحطاها عليها لان هي دجالة لا احتمال كبير ان انت تكوني للأسف بتمارس السوق الظن لكن انت اذا كنت انت عارف ان هي دجالة وعندها وليها ملف او مقبوط عليها قبل كده في الدجال بلغي عليها مرة تانية ان هي بتمارس الدجال يبقى اذا بلاش الطريقة دي دي ايامة انتهجت اعراض ناس تحت دعوة ان فلانة بتسحرني ان فلانة دجالة وقل لي الحكاية ان انتو الاثنين مش قابلين بعض فدهوات والعزب الله يبقى سوق ظن والكلام في اعراض الناس فانت لو مش متأكد ان هي دجالة وانت بتقول لي عليها ان هي دجالة ده حرام وإس لكن لو انت متأكد ان هي دجالة انت بتقول ليها اتصرف ازاي على طول وانت دلوقتي بتسمعي الجواب اللي انا بقول لك ده رفعها سمعت التلفون وبلغها عليها خلينا خلص من تجالين اللي موجودين في حياتنا لكن الورطة بقى ان هي ما تجنش دجالة وانت تروح تبلغها عليها فيتقبض عليك بدعوة تحت ايه تحت البلغ الكاذب طب وانت لو ما عندكيش دليل تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك فيه امتحية عشان في الحقيقة يعني سواء كتري اضحك الناس على الناس بدعوة السحر والشعوازة كترت ففي المقابل الناس بقت تتهم بعض عمال على بطال انهم ما بيسحروا البعض حاجة يعني حاجة تخلي الناس في الحقيقة في اسوأ حالات الوعي بتاعتها يعني انا ما شفتش حالة من حالات تراجع الوعي زي اللي احنا بنعيشها دي ناس مثقفين وناس يقولك اصلا شفت بعيني شفت بعينك ايه اه صحيح اه صحيح بيحصل بيحصل تأثيرات ولكن تأثيرات لبعض الناس لما حد يكون مش مبسوط منه اه صحيح بس التأثيرات دي ما توصلش انه يقلب حياتك انت حياتك اصلا ان هي مستعدة تقلب يعني معذرة يعني اهل الطاعة وآل الخير وآل البركة اللي عايشين حياتهم ولا حد فيهم بيتأثر بدا اشمع ان انت يعني اشمع ان انت يعني اللي بتتأثر بحياتك وحياتك بتشقلب لما جيلك حد معين انت بحتاج بس ان انت تبص لحياتك ان هي في مدد ربنا وفي حفظ ربنا فالله خير ونحافظه وهو ارحم الراحمين بحتاج ان انت تشوفي ده بحتاج ان انت تشوفي ده بصدق وبلاش فكرة ايه فكرة ان فلانة دجالة وبتشتغل بالدجال ليه؟ عشان هي انت شايفها اكيد السبب ان هي لما بتجيلك والبيت بيتقلب حكيانه ان هي عملالك صح نشوف انا زي ما قلت لحضرتك انت ترابط مني ان اتصرف ازاي لو متأكد ان هي دجالة بلغة عنها البوليس السؤال اللي بعد كده بتقول انا كنت مرتبطة بالزميل في العمل وبعد فترة المعرفة طلبت انه ييجي البيت ورفض لاسباب غير منطقية المهم كل واحد راح لحاله طبيعي طبيعي ان في الاحوال اللي زي دي لما هو بيرفض اسباب غير منطقية لازم تنتهي هذه العلاقة بس انا لسه في الشغل معاه فكنت متعشمه شوية وبعد شهرين لقيته مرتبط بزميلتي في نفس العمل وبيرتبه يوم خطوبة انا عرفت من هنا انا عرفت من هنا وتكسرت حرفيا من هنا مش عارفة اعمل ايه لانها زميلتي وهي ما كانتش تعرف انه كان مرتبط بيا قبلها المهم انا اللجأت للصلاة وذكر اللي بس حلمت باني بغرق في بحر اسكندرية في وقت الشتاء وكمان السماء كلها غيوم كأنها اتمطر ووالدتي كانت معايا في نفس البحر والحلم خلص على كده ممكن تهون علي وتذكرني باي حاجة بحيث اني قلبي يهدأ وربنا يكرمني ويراضيني واني يانسي الموضوع اسألك سؤال ببساطة خالص عشان تهدي وتنسي الموضوع الله سبحانه وتعالى أليس الله بكافر عبده مش ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون كفاكي شره لاني ممكن تكون العلاقة بدأت غلط اصلا بدأت غلط ازاي ان كل واحد فيكم انت رفعت سقف توقعاتك ان الشخص دوت او ما عرفتوش انت بتقولي ان هو كان بينكم ارتباط ولما قلت له تعالى روح تعالى الاهلي رفض لأسباب غير منطقية طيب مجايز ربنا سبحانه وتعالى نجاكي منه طيب بلاش ربنا نجاكي منه مجايز ربنا سبحانه وتعالى يخبق يخبق لك ما هو افضل منه مجايز الله سبحانه وتعالى انقاذك من ان حياتك تكون لو انت جاوستي تكون في حلقة من حالات الفساد والضيع شوفي كده هو الشخص دوت معرفش يواجه اهلك لو كان هو عايز يتجاوزك فربنا انقاذك في حد ما بيعرفش يواجه ده اذا كنت انت اصلا فيهمت العلاقة بشكل صحيح فازا كنت فيهمت العلاقة بشكل صحيح فهو مش مناسب ليك لو بتسآليني كخبير في رشاد الزواجي لا انت حياتك هو ما كانش مناسب ليك ليه لانا لو كان مناسب ليك هو اللي هيكون حريص على انه هو يتمي mover الزواجا مش انت اللي يتروح تطلب منه فهو ما كانش في وبين اول انه هو مش حريص عليك فاذا كان مش حريص عليك طبعا يعمل ايه بعد الجواز لما واحد قبل الجواز مش حريص عليك يبقى انتو اللي جوزتو ايه لا يحصل مش يكون ده في مصلحتك وممكن الكلام ده يكون مؤزي ليك وعشان كده ايه اللي حاصل لابد ان انت تخرجي من ده تخرجي من ده ليه بقى لان انت لو جوزتي كان عيق عليك شر فربنا سبحانه وتعالى انقذك من هذا الشر وربنا سبحانه وتعالى دبر امرك لان الله صلى الله عليه وسلم يدبر الامر فربنا سبحانه وتعالى عمل ايه دبر لك امرك وابعد عنك ماذا وابعد عنك هذه الحالة السيئة هترضي بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وبمنة ربنا انه انقذك من طفان مشاعرك اللي انت جديتي وراه فاخترت حد مش مناسب لك فربنا سبحانه وتعالى حفظك باسمه الحفيظ سبحانه وتعالى فانت ربنا حفظك لان انت شايفة الناس لما بيتجوزه على غير هدي وعلى غير واعي وغير معرفة ويجوزه بس عشان التعلق وعشان التعود على بعض اول ما بيروح التعود على بعض بعد كده إلا يحصل تحصل المشاكل وتزداد ويعزيبه بعض ويأزو بعض فربنا سبحانه وتعالى حفظك من كل ده ربنا سبحانه وتعالى حفظك باسمه سبحانه وتعالى الحفيظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فربنا سبحانه وتعالى حافظك من ده زعلنا أن ربنا حافظك مش معنى كده أنه وحش وللأدب وعندهش أخلاق أنا معرفش أنا معرفش إيه اللي حصل بينكم لكن اللي حاصل أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الخير في ألا تتم هذه العلاقة وهذا الالتباط لمعالم عدم صدق المحبة وعدم الحرص على العلاقة واضح تعالى روح لقالي أسباب غير منطقية وواضح أن أنت أسلوبك وشخصيتك مختلفة عن أسلوبه وشخصيته فالحمد لله سواء أنت بقى سميت اللي هو عمله ده إنه وضحك عليك وكسر بقلبك وانت كسرتي فممكن الدرس اللي أنت تعلميه أربع دروس الدرس الأولاني إياك ورفع سقف التوقعات الأمر الثاني لما تكون يدخل على موضوع جواز لازم أنت اللي تطلبي مش لو أنت اللي تروح تطلبي ده الدرس الثاني الدرس الثالث وببساطة خالص وعشان بس نبقى المسألة محسومة إياك والتجاوزات في أي علاقة عشان ما يبقاش مردود عليك إن أنت تم استغلالك فما تتجاوزيش عليك بالأخلاق وعليك بالأخلاق اللي بتحافظ بيها على عفتك وتحافظ بيها على كرمتك وأخلاقك حشان أنت لما تبص نفسك ما تتضايقيش رابع حاجة وآخر حاجة لازم أنت تعرفي إن الزواج ده بترتيب ربنا سبحانه وتعالى فكأن الزواج ده ما حصلش وما ترتبش وهو رايح يتجاوز حد تاني أنا بقى ما روحش عشان أنتقم منه وخاصة لو إنه إحنا الاثنين ما كانش بيننا توافق هو الأحسن إن إحنا نتجاوز وإحنا ما عندناش توافق عشان ما يكسرش قلبي ولا يفضل قلبي يتكسر طول الوقت لا 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 كده أخاف ربنا الله لطيفهم بعبادي الله تلطف فيك تلطف فيك لإن أنت مش كنت بس تتكسر قبل الجواز لأنك تتكسر كل يوم في الجواز ممكن لما يحسسك إنه بعد شوية إنه ما كانش عنده كل الحرص على الجواز منك بتحس إن أنت قليلة فكل يوم تتوجعي يبقى أحسن الحمد لله الله لطيف بعبادي الله تلطف فينا والله سبحانه وتعالى أكرمني بإن أنا ما تجاوزتش في فلان ده فلزاك إحنا لازم نفهم ده بشكل واضح وما نعودش بقى إيه اللي حاصل نقول لنفسنا إحنا لو كنا عملنا كده كان الجواز ممكن تمشي أنا اللي ضغط عليه أنا اللي مضغطش عليه لكل الكلام ده كلام من حديث النفس ولابد إحنا أننا نستمع له ليه؟ وهنا بقى بيبقى فيه موطن تذكيبا إن الواحد يتعود إن العلاقات تتأثر بإطار الإيه؟ بإطار الأخلاق والأعراف عشان منروحش نقع في غلط وبعد كده الأمور بعد كده تسوق السؤال اللي بعد كده بيقول أنا كنت غطبانة عندي أهلي سلم يا رب فترة وجوزي كان مصمم ما يجيش ياخدني وبعد فترة جالي وروحت معاه وعرفت بعدين إنه كان حالف بالطلاء ما يجيش ياخدني المفروض ده طلاء ولا إيه؟ ولا إيه؟ لا خليس أنه عشان هو هو قالك ليه؟ إنه هو حالف بالطلاء قالك إنه هو حالف بالطلاء إنه ما يجيش ياخدك مين قال إنه هو صادق مثلا؟ طب مين قال إنه هو لما حالف بالطلاء كان حالف بالطلاء إنه ما يجيش ياخدك من بيت أهلك؟ مين قال إنه هو لما حالف بالطلاء كان حالف إنه ما يطلقك؟ طب إيه الصغال اللي قالع في حلفان الطلاء ده؟ كل دي أسئلة كل دي أسئلة احنا محتاجين نعرفها يبقى اجابة الاسئلة دي عشان نعرفها نعرفها من مين هنعرفها من صاحب المطلق اكيد مش هنعرفها من حضرتك ليه اكيد مش هنعرفها من حضرتك لان فيها جزء كبير جدا جدا يتعلق بباطن مين بباطن مطلق يبقى احنا لازم نسمعه هو تلفز باللفز ده ليه وهو حكالك دي حكاية على فكرة دي حكاية ممكن تكون الحكاية تكذبة وممكن تكون صادقة فسؤالك ليه مليء بالاشياء اللي مايصحش ان احنا نجاوب عليه وان زيك انا بحذر بكرر تحذيري كل شوية بحذر مين بتحذر السادة الذين يفتون على الهواء اياك تقع في ادى الفخ اللي هو فخ ايه ان انت عايز تجاوب الناس وتطم الناس وتلحق الناس لا 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 خالص ايه وقت تعمل كده انت لو عملت كده انت بتضلي الناس فلازم تجاوب الشخص اللي من حقه ان هو يسمع هذا الجواب ما تجاوبش حد هو مش من حق ان يسأل السؤال ده ايه عايزة تعرف اذا كانت هي مطلقة او مش مطلقة تضغط على جزء عشان يسأل عشان يتحقق معاه نتحقق منه يعني ايه نعرف هو كان ايه مقصوده بهذا اللفظ اما وان حضيك ما قلت ليش اللفظ كمان انه حالف بالطلق فواحد يفترض بقى احد بقى احد السادة مفتي يفترض انه قالت انه قال عليها الطلاق هي قالت انه قال عليها الطلاق الامر التاني هي حتى لو هو قال عليها الطلاق مش انت لازم تتأكد من المطلق ولزيك ما ينفعش ان انت تفتي في مسألة مثل هذه ولزيك بطلم الحادثك انه يتواصل معانا او التصب بمئة وسبعة عشان نتحقق منه عشان نقدر نعرف وكان يقصد ايه بهذا الكلام وهو قال ايه بالضبط لان كل تعبير في من تعبيرات الطلاق له حكم شرعي مختلف عن التعبير الاخر يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن شئ مهم جدا 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 تكلمنا عن جليس رزل وتكلمنا ازاي انتخلص من رزلته الجليس ده هو جليس البخر اللي هو في الحقيقة مش بس بيقتصر البخل ده ات ممكن يضرب في كل حياتنا ويضمرها ينفجر في حياتنا البخل مش بخل المال بس الاسوأ منه والاشد منه سوادا هو بخل العاطف وبخل المشاعر وقلنا ازاي نتخلص من بخل المشاعر ده ان كل واحد فينا يعرف حبيبه وشريك حياته ابنه بنته ازاي بتحب انه يتعبر الله عن الحب ويعبرله بنفس الطريقة دي عشان ما يضعش منه الطريق الى الوصول لهذا الامر التاني ان احنا نتعود ان احنا نعبر نعبر لبعض الحب حتى ولو بالاشياء البسيطة لا تحقرنا من المعروف شيئا ومن ذلك مثلا ان احنا نتعود ان احنا نكتب رسائل رسائل للتعبير عن حبنا لأولادنا وشركاء حياتنا للزوجي وزوجتي كل الكلام ده نتعود ان احنا نعمله لان احنا لو متعودناش ان احنا نعمله الا يحصل هذه الغدة ستضمر في قلبي وخلاص بننتهي الامر ده لازم نتعود كمان ونحنا نتكلم عن مسائل التعبير عن الحب لازم كل واحد فينا كمان يعبر الحب بشكل منتظم وشكل دائم وما يعتبرش ان التعبير عن الحب ده شيء بيقل منه بالعكس ده شيء يعظم من اهتمامه بشرك حياته يعظم من الامان ويخليه دايما حاسس بان هو بيعبد الله سبحانه وتعالى لم ارى شيئا يعبد الله به مثل الكرم وخاصة ان الكرم في العواطف عبدوا ربكم سبحانه وتعالى بان انتوا تكونوا كرماء في عواطفكم لان الكرم في العواطف ده معناه ان انت دخلت على الله من باب الاحسان واللي دخل على الله من باب الاحسان لا يغلق عليه الباب لان الله سبحانه وتعالى قال هل جزاء الاحساني الا الاحسان فاحسنوا وحسنوا من كلامكم واملأوا قلوب احبابكم بالحسن والجمال فان الله جميل يحب الجمال يا رب العالمين جمنا بان نحسن في التعبير عن مشاعرنا حتى نجبر الخواطر وننمو وتنقذنا بتعبيرنا وبجبرنا الخواطر من كل المخاطر يا كريم يا ودود يا رب العالمين موسيقى 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 موسيقى